نفذت المخالف الركنية قصيرة سقوط المطالبة بضرب جزيلك الحكام يعطي سبقية لعب تعود الكرة لسالح الأمل خليل المشرقي لمس من هناك إلى مصعب أساسي يعمل مراوغة مصعب أساسي تزديدها وهذه الكرة طهر حمودة تزديد جول الهدف الأول طهر حمودة طهر حمودة يفتتح أول أهدفه لمبارات في دقيقة خمسين من عمره للفترة الثانية وتغيرت النتيجة هنا في ملعب أبو علي لحوار تصبح واحد سفر لسالح الأمل الرياضي بحام ممسوسة على الملعب الأفريقي مصعب أساسي طهر حمودة يخل الكرة يحط على السقيه لسار ويسدد يغالط بها الدفاع والحارس يسين للبوسيلمي ويمضي على أول أهدفه للمبارات بعد خمسة دقايق لاعب الفترة الثانية هذي الهجمات اللي صايرة بالنسبة الأمل الرياضي بحام ممسوسة هذي كرة خطيرة تزداد وهدف التعادل هدف التعادل بالنسبة للأمل بالنسبة للملعب الأفريقي بمنزل بورقيبة خطيرة كانت الكرة وتمريلها خاطئة يستغل هجوم الملعب الأفريقي بمنزل بورقيبة رقب حديش اللاعب عبدالله البرهومي هذي أمامنا الإعادة هذي أمامنا للصورة كانت تختيرة الكرة من جانب رامي للجبسي تباطأ في استرجاع على الكرة وعبدالله البرهومي يستغل هذه الهفوة ويرفع الكرة بالحارس يعدل بها نتيجة في دقيقة 63 هدف التعادل وتغيرت مجدداً لنتيجة